تاني ولو على جسيتة يعني وبيبدأ الاتنين يتخانوا تاني على مين بتحب أرض أكتر فبيكرروا ينضموا لمعركة السيف واللي هتفوز فيها هتاخد أرض ليها المهمة بتبدأ معركة السيف أخيرا بتدخل إلينا على المعركة وبتفوز بسهولة وكذلك أرض ووليفيا بيجي دور جيني واللي هتنافس منافس قوي جدا وبتكون جيني على وشك الخسارة في المعركة ولكن بعد تججيع أرض ليها بتقوم وبتتشجع فبتفوز عليه وبكده الكل تصعد للنهائي ولكن بعد المسابقة بيطلع أرض ببرة الحلبة بتقابلوا جيني هناك وبتسألوا عن إيرينا وسيلفي فبيقول لها انهم طلبوهم في المقع علشان الزبائن كتير وراحوا يعني البنت اتحمست كده وقالت له تبتعالها معي على المسابقة دي واللي هي مسابقة أجمل شابة وغانسة في الحفلة وبتقول له جيني انها عوزة يكون معاها وكان واضح انها بتحب أرض جدا فبيوافق أرض فعلا وبيروحوا هناك وده علشان ما يزعلش جيني وعلشان هيب في عدد كتير هناك ويحميهم لو حصلوا هجوم أو حاجة يعني بيوصلوا فعلا وبيواف أرض مع الولاد ولكن وهو واقف بيبص كده بيشوف ولد شكله مألوف بيفتكروا فعلا وبيعرفوا انه نفس الولد اللي كان ضرب جيني قبل كده بيقول له أرض انت جاي علشان جيني ولا ايه الولد ترعب كده وقال له بالله عليك ما تقتلنيش أرض بيبص له كده وبيستغرب من زيادة وزنه الولد بيقول لأرض انا جاهنة علشان اشجع الليلة مش أكتر واللي هي البنت اللي كانت على المسرح وقتها بيقول له أرض طب ايه اللي عمل فيك كده الولد بيقول له بعد هزمتك ليه اشعرت بالإحباط وما عملتش حاجة غير الأكل يعني فأرض قال له تمام تمام وكانت جيني وقتها طلعت على المسرح وبين عليها السقة والناس كلها بتهتف لها بيبص لها الولد كده وبيقوله يا بين عليها السقة بعد معرفتك انا كنت مجرد عائق عليها مش أكتر انا عاوز اروح اعتذر لها ولكن ما عنديش الشجاعة لسه بعدها بيقول انا ما يصحش افضل وايف أكتر من كده وبعدين بيمشي والواضح ان حالته النفسية بقت متضمرة جدا المهم بيفوز ارض وجيني بمثابة اجمل اتنين في الحفل بيرجعوا على المقهى وبتزعل ايرينا من اللي حصل كالعادة وبعدها بيبدأ النهائيات بتواجه اوليفيا ارض وبيهجم الاتنين على بعض وصقوها جبارة ارض بيعمل حاجز علشان يفادي ضربات اوليفيا ولكن في الاخر بيطيارها وبيتم اقصاء ارض نتيجة استخدامه للسحر في مسابة سيوف ووليفيا بتفضل طيرة مكملة واخيرا بتيجي المعركة الحاسمة ما بين جيني وايرينا بيبدأ الاتنين في الهجوم وكانوا في كمة الغيرة من بعض كل شوية واحدة تقول انها بتحب ارض اكتر وابتاع وارض محروك جدا ومستني المباراة تخلص بالعافية وفعلا بتخلص المباراة بفوز ايرينا على جيني بيطلع هم الاتنين وبيبريكلهم ارض على اداءهم ولكن وقتها بتقول ايرينا الجيني انها مش هتخليها تبص الارض تاني ولكن جيني طبعا بتلغي الاتفاق وفي الوقت داك ان الراجل المقنع بيبص عليهم وشكله نوي يخلص عليهم ولكن مستني تكة